السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل Drink Drink بمعنى يشرب كما نعلم هذه الكلمة تمر كثيرا باللغة الإنجليزية وتستخدم بالحياة العملية يجب معرفة استخدامها لاحظوا التصرف الأول بكل عدنا Drink يشرب Drink شريبة مشروب مشروب لاحظوا الفرق بس عدنا I A U يكون عدنا بالتصرف الأول يعني بالمضارع البسيطة استخدمها يكون عدنا بالتصرف الثاني يعني بالسمي الباسد الماضي البسيط Drunk يكون عدنا بالتصرف الثالث يكون عدنا بالمضارع التام يكون عدنا هاف وهاز والفعل بالتصرف الثالث لاحظ الضمار باللغة الإنجليزية I, he, she, it We, you, they طبعاً طبعاً إذا كاعدنا he, she, it بالمضارع البسيط نضيف الفعل S نسمي S المفرد الغاب I drink أنا أشرب He drinks هو يشرب She drinks هي تشرب It drinks هو يشرب وهي تشرب لغير العاقل ممكن الحيوان We drink نحن نشرب You drink أنت أنت أنتما وهكذا تشربون They drink هم هما هما يشربنا إذن بالمضارع البسيط يجب أن نعرف He, she, it نضيف الفعل S بالماضي مع كل الضمار مهما كان الفعل علي محمد خالد وهكذا كله بيكون نفس الفعل بالماضي I drank He drank She drank We drank إذن هذا بالماضي لكن فقط بالمضارع البسيط يعني بالحاضر إذا كان He, she, it أو اسم شخص مفرد مثلا نقول علي drinks إذن نضع S للفعل نسميه S المفرد الغاب بالمضارع البسيط نلاحظ الجملة هذه I drink a cup of tea every day مثلا أشربوا فنجان شيء كل يوم أريد أعلن فيها فقط أضع قبل drink don't I don't drink وكملة جملة كما هي a cup of tea يعني أنا لا أشرب فنجان من الشاي وريد أن أشكل سؤال اللاحظة drink منظارة بسيط إذا نحتاج إلى do و does مع I أستخدم do تصبح do ممكن أنا أقول do I drink a cup of tea هلأ أشرب فنجان من الشاي أو إذا شخص يسألني do you drink a cup of tea هل تشرب do I drink هل أشرب أنا do you drink هل تشرب شخص يسألني دائما كما قلنا الإجابة هينسميها yes no questions yes no do you yes I do دائما الفرحة مساعدة نسأل بين وجيب به no I don't بهذا الشكل إذا كان بالماضي لاحظ ما هو الفرق فقط drink أصبحت drank وضعنا a I drank كوفتي شربت وريد أن فيها فقط بدل do أضع did تصبح didn't لاحظين أثناء السؤال فقط أضع بدل do أضع did أيضا بدل do أضع did أثناء الإجابة did I did you دائما الفرحة مساعدة نسأل به نجيب به لاحظ did you تصبح yes I did no I didn't بهذا الشكل فقط بدل drink وضعنا drank a أصبحت بالماضي كلها استخدئنا معاها لاحظ did إذا كان مضارع تام تصبح drunk وعدنا have تصبح I have drunk a cup of tea أيضا أثناء النفي بس بعد have أضع not تصبح haven't أيضا drunk ما غير شيء أيضا drunk بدل did لأنه عدنا have تصبح have I أيضا تصبح have you أيضا عندنا you دائما الفعل مساعد الذي نسأل به نجيب به have you الاجابة yes I have no I haven't what do you drink ماذا تشرب أثناء الإجابة نحذف what هذه مضارعة بسيط نبدأ من عند you you حولها I لأنه يسأل what do you drink يعني ماذا تشرب أنت راح الإجابة تكون أنا I drink الفعل نفسه بس قلب you إلى I I drink a cup of tea إذن أشرف نجان شيء what did you drink ماذا شربت هاي بالماظر البسيط كيف عرفت من did نحذف what نحذف did أبدأ من عند you حولت you إلى I drink أحولها إلى الماضي drank بالحالة أولى did هي شرع الماضي بأثناء السؤال أثناء جملة مثبتة يمن في سؤال ولا نفي نرد drink إلى الماضي I drank a cup of tea إذن أنا شربت فنجان شيء what have you drank ماذا شربت هذا الحالة بحالة do did حذفناهم لكن الباقي يجب أن نضع الفعل مساعد بعد الفعل you أحول إلى I have كما هي I have drank a cup of tea لقد شربت فنجان شاي إذن ننتبه فقط دو و does و did أحذفهم أثناء إجابة الباقي إذا will have has can دائما أضعها بعد الفعل أرجعها نلاحظ إذا رأت نسل شخص ماذا يريد أن يشرب أو ماذا يحب أن يشرب what do you like to drink what do you like to drink ماذا تحب أن تشرب or what do you want ماذا تريد أن تشرب أثناء الإجابة أحذف what أحذف دو من يون نبدأ تصبح I I like to drink a glass of water إذن أحب أن أشرب كاس من الماء you أصبحت I like to drink a glass of water ممكن أسأل would you like a drink هل تود بمشروب أو تشرب بشيء ما الإجابة رح تكون ما في عدنا what ولا where ولا why رح تكون ياما يس ياما no عدنا you حول I yes I سأل would أجيب be would yes I would no I wouldn't إذن دائما الفعل مساعد بذات الجملة أجوب به لو كان do أجوب do does does have have وهكذا سأل would يجب أن أجيب would would you yes I would no I wouldn't نعم أود دو كلا لا أود أو لا أرغب would you like something to drink هل تود بشيء ما تشربه لاحظ would you like something to drink نحفظ السؤال هذا what do you like to drink إذا بشكل طريقة أكثر أدبا would you like something to drink هل تود بشيء ما تشربه yes yes I would أيضا no I wouldn't مثلا yes I would some water نعم أريد ماء yes I would some water what would you like to drink ماذا تود أو ماذا تحب أن تشرب نفس السؤال الأول بدال do وضعنا would ممكن نضع what do you like to drink أو what would you like to drink نحذف what you تصبح I أرجع would I would like to drink يعني أود أن أشرب مثلا a glass of coffee كأس من القهوة إذن إذا كان السؤال يبدو نحذف what ونحذف do نبدأ من عند you تصبح I وكملة الجملة إذا سأل would لا نحذفها فقط نضعها بعد you لكن you أحولها إلى I تصبح I would like فقط كما قلنا إذا كان do أو does أو did أثناء السؤال نحذفه can I have a drink هل يمكن أن أحصى على مشروب أو أشرب مشروب have معنى drink can I have soft drinks هل يمكن أن أشرب مشروبات ما فيها كحول soft drinks a drink a drink of water إذا مشروب ماء the drinks are on me I'll pay for them يعني المشروبات على حساب يعني علي سأدفعهم إذا أنت وجماعة في مكان أو شخص تريد أن تدفع الحساب تقول the drinks are on me يعني المشروبات الحساب I'll pay for them سأدفعهم I هي اختصار لي I will in hot weather you should drink plenty of water في الطقس الحار you should يعني يجب drink and تشرب plenty of نحفظها وفرة من كثير من الماء in hot weather you should drink plenty of water can I have a drink a drink of water the drinks are on me I'll pay for them in hot weather you should drink plenty of water آخر فقرة في هذا الفيديو أريد أن نقول لا أشرر القهوة I don't drink coffee إذن لا أشرب القهوة don't هي اختصار لي do not I can't drink coffee لا أستطيع أن أشرب القهوة بسعب ما can't هي اختصار لي can not I won't drink coffee سوف لن أشرب القهوة won't هي اختصار لي will not I have a cup of coffee in the morning يعني أشرب فنجان قهوة في الصباح لاحظ have بمعنى drink يمكن تستخدم drink I drink a cup of coffee أو تقول I have a cup of coffee in the morning الاثنين صحيحة إذن I don't drink coffee I can't drink coffee I want drink coffee I have a cup of coffee in the morning بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الفعل drink وكيف استخدمه في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته